أنا ناديم كنت طالبة متفوقة وهذا ما جعلني أحصل على منصب عمل بسرعة بعد تخرجي كانت صديقاتي يحسدني على حظي بالحصول على وظيفة ولكن الحقيقة أنني كنت أحسدهن على خطتهن فقد كنت الوحيدة العزباء بينهن كانت عائلتي مكونة من أمي وأخي أيمن وأختي صفاء كانوا يحبونني كثيرا ويفتخرون بي أمام الجميع تقدم العديد من الشباب لخطبتي ولكن في كل مرة كانت عائلتي تجد سببا لرفضه فهذا بطال طامع في مالك وآخر من أسرة متشددة وهذا ابن الريف لا تستطيعين العيش معه وأنت ابنة المدينة وهكذا رفضت جميع من تقدم لخطبتي واهتممت بعملي وكنت أترقى في الشركة التي كنت أعمل بها ذات الصباح وعلى طاولة الفطور سألت والدتي أمي هل ترافقينني لزفاف صديقتي لم ياء مساء لم ياء هل ستتزوج حقا؟ نعم إنها آخر صديقة تبقت ستتزوج وترحل إلى مدينة أخرى ادعي لي أن أجد الزوج المناسب وما الذي تفعلينه بالزوج أنت مرأة مستقلة بذاتك ومالك فكيف ترضين بوجود رجل يتحكم بحياتك؟ لما سيتحكم بحياتي قد أجده رجلا يكون لي سندا وشريكا في هذه الحياة دعك من هذا واهتمي بعملك استغربت ردة فعل والدتي فكما أعلم أن كل الأمهات يبحثن عن سعادة بناتهم إلا هي حاولت طرد الوساوس وقلت ربما هي تخاف علي من غدري الزمان حسنا أنا سأذهب للعمال وسأتسوق قليلا لشراء هدية للمياء أحتاج حذاء رياضيا يا أختي ولكن لم يمر شهر منذ اشتريت لك واحدا وهل تريدين أن أبقى بحذاء واحد طوال الوقت؟ ثم إنه لا يتناسق مع الثوب الذي اشتريته لي الأسبوع الماضي حسنا سأشتري لك واحدا وقبل خروجي من باب المنزل خرج أيمن من ظرفته نادي انتظري لقد انتهى رصيد هاتفي أرجو أن تشحنيه لي لا مشكلة شكرا يا أختي العزيزة كنت أعلم أنك لن تخيي بيظني كالعادة أمي هل تريدين شيئا قبل مغادرتي للمنزل؟ سأرسل لك قائمة باحتياجات المنزل إلى هاتفك توجهت نحو الشركة ووجدت أن هناك موظف جديد وقد اختارني المدير لأعلمه طريقة العمل جاء إلى مكتبي مرحبا آني ساندين أنا السيد إياد تشرفت بمعرفتك سأكون دليلك في الشركة وإن احتجت أي شيء فما عليك إلا أن تسألني ذهب كل منا إلى عمله وعند انتهاء دوامي كنت سأغادر الشركة لكن إياد اقترب مني وقال لقد جمعت كل ما التبس علي في هذا الملف هل يمكنك شرح هذا لي الآن حتى أقوم بالعمل غدا كما يجب؟ أنا آسفة فأنا مرتبطة بموعد الآن يمكنني أن أشرح لك كل شيء بالغد خرجت مسرعة لشراء كل ما طلبته مني العائلة كما اشتريت هدية للمياء ثم عدت للمنزل جهزت نفسي وتوجهت رفقة أمي إلى حفلة لمياء وهناك كانت الكثير من النسوة يسألني إن كنت مرتبطة وفي كل مرة كانت أمي تقول لهم نعم إنها مرتبطة وحفل زفافها قريب لما كنت تخبرينهم بأنني مرتبطة؟ لأنك مرتبطة بعملك أما الرجال فكلهم مثل بعض لا يصلحون لشيء بدأت أحس بأن أمي لا ترغب بزواجي ولا بسعادتي لكنني لم أعرف السبب مرت الأيام على زفاف صديقتي لمياء وأصبحت أيامي بين العمل والمنزل ولا رفيقة لي لنقضي الوقت معا أما إياد فكنت أقضي معه وقتا أطول وأنا أشرح له طريقة سير العمال إلى أن أخبرني يوما بأنه معجب بي وأنه يود أن يرتبط بي بالحلال أليس الأمر سابقا لأوانه؟ فأنت لا تعرفني بعد لا لقد سألت عنك جيدا وأريد التحدث مع والدتك أو أخيك لطلب يدك تذكرت ردة فعل عائلتي فقلت له ليس الآن دعني أفكر قمت بالاتصال بلمياء وطلبت منها النصيحة فقالت سأخبر زوجي ليتصل بأصدقائه الذين يسكنون في نفس منطقته فهم من سيسألون عنه كنت أنتظر الدلامياء بفارغ الصبر ومرت خمس أيام حتى اتصلات نادين الكل مدحه إنه رجل ذو أخلاق عالية محافظ على صلواته بالمسجد يحب الجميع ويتعامل معهم بلطف ثم إن له منزلا خاصا أيضا حقا لم يخبرني بذلك ربما حتى تتزوجه حبا وليس طمعا ببيته وسيارته حسنا هكذا لن تجد عائلتي سببا لرفضه وعلى طاولة العشاء كنا نجلس جميعا فقلت وجدت أخيرا للرجل المناسب هناك شاب انتقل للعمل معي حديثا وهو يود خبتي توقف أيمن عن الأكل وقال لا بد وأنه طامع بمالك لا أبدا فهو يعمل معي ويتقاضى أجرته مثلي احذري منه تقولين أنه انتقل معكم إلى العمل حديثا قد يكون من أولئك الرجال الذين يعجبون بالفتيات فترة ثم يملون ويغادرون ليتركوا قلوبهن مكسورة لا تبالغي يا صفاء ثم إنني سألت عنه وهو ليس من هذا النوع كنت أجمع صبري وأرد عليه ما بهدوء وأنا انتظر انفجار أمي وكما توقعت لن تتزوجيه لا هو ولا غيره إنهم يريدون استغلالك نعم استغلال مالك وطيبتك وهنا جاءتني فكرة وقلت لكنه اشترط علي التوقف عن العمل فهو يغار على زوجته من التعامل مع بقية الرجال طبعا سيقفك عن العمل فهو يريد خادمة لعائلته اطمئني لن أكون مع عائلته لديه منزله الخاص وأنا سأمنحه فرصة وهذه المرة لن يتدخل أحد بحياتي انتهش الجميع وسادت لحظة صمت قمت من المائدة وتوجهت إلى غرفتي ولكنني أحسست بأنني قسوت عليهم فعدت إلى المطبخ لأراضيهم وعند وصولي سمعت حديثهم إن كانت ستتوقف عن العمل فماذا نستفيد منها بالمنزل دعيها تذهب لا يمكنها الزواج الآن فأنا ما زلت أنتظر شراء العديد من الأشياء التزموا الصمت ولا توترونني أكثر علي أن أمنع هذا الزواج مهما كان فنحن مسؤوليتها على كل حال لم أشعر إلا ودموعي تتساقط ليس همهم أنا بل مالي وفقات دخلت المطبخ وقلت لقد كشف هذا الموقف حقيقتكم أنا آسفة يا أختي لم نكن نقصد لم أكن لأتزوج وأترك عائلتي جائعة لقد حاولتم تدمير مستقبلي بسبب أنانياتكم أظن كفهمتي كلامنا خطأ منذ متى تخرجت أنت من الجامعة لما لم تبحث عن وظيفة كل همك ألعاب الفيديو وتنتظر من أختك مصاريف تفاهاتك وأنت يا صفاء تبذيرين على الملابس ببذخ فقط لتغتري أمام زميلاتك وأنت تعلمين أنني لا أشتري ثيابا جديدة لنفسي حتى تتمزق القديمة وأنت يا أمي أين تخبئين راتب تقاعد أبي الشهري؟ هل تظنون بأنني لا أرى ما تفعلونه؟ حاولت توفير لكم كل ما يسعدكم لكنكم لم تهتموا بسعادتي وقلت ربما لأنهم يحبونني ولا يستطيعون البقاء من دوني لكنني الآن استفقت من غفلتي أنهيت حديثي وتركتهم مذهولي وفي صباح اليوم الموالي ترقوا باب غرفتي واعتذروا مني جميعاً وعندما خرجت من الغرفة أدهشني منظر المنزل المزيان ما هذا؟ نحن جاهزون لاستقبال الخاطب الجديد؟ فرحت بردة فعلهم كثيراً وبالفعل تقدم إياد لخضتي وتم زواجنا في وقت قصير وأنا الآن أعمل وأرسل لأمي بعض المال شهرياً ولكن هذه المرة صرت أشعر بحبهم لي كفرد من العائلة وليس كمبلغ مالي ترجمة نانسي قنقر